اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الطاقة ايه حرارية يستارك تكوين الاخديد فترات زمنية قصيرة هالكلام ده صح طبعا الكلام ده غالط ده بياخد اللي هو ايه اللي هو سنين كتير جدا عدد كبير من اللي هو ايه السنوات تنتج الطاقة الصوتية من مجافف الشعر صوتية بولي خلي بالي لتساعده على ده اللي هو وظيفته طبعا الكلام ده غالط ده أنا بسميه طاقة ايه مفقودة لأن أصلا اللي هو أنا بشغل اللي هو مجافف في الشهر اللي هو للصدشوار عشان احصل منه على طاقة حرارية هو سخط انما الطاقة الصوتية دي بيسميها طاقة ايه مهدرة طاقة ايه مفقودة انا مش حاوسها لا يتغير تركيب الصخور عند حدوث نوع من التجوية قولي لا يتغير خلي بالي حدد نوع هذي التجوية طبعا يسميها تجوية ايه الميكانيكية التجوية الميكانيكية لو احنا فاكرين اللي هي التجوية اللي هي الميكانيكية لما اجعل رفع بول عبارة عن عملية تفتت الصخور الى قطع صغيرة دون ان تتغير طبيعة المواد المكونة لها كان في عمل بتأثر فيها زي الرياح والرمال زي المياه الجارية زي اللي هي الاشجار زي الحرارة والبرودة انما لو قال لي في السؤال يتغير تركيب الصخور قد تقولت له تجوية مين الكيميائية خلي بالنا تخير الاجابة الصحيحة لتكمل الجملة يعني هنا مدينك الميتين اختار منهم كلمة الاسلاك القهربية تصنع منين؟ الخشب ولا النحاس طبعا منين من النحاس عشان النحاس ده مادة جايدة تتوصيل ايه للقهرباء انما الخشب مادة راضية تتوصيل القهرباء تتحول الطاقة ايه الى طاقة صوتية فيه الجرز اليدوي القهربية ولا الحركية اقول لي جرز يدوي خلي بالنا يدوي يعني شغله بايداية ايداية يعني فيها طاقة ايه حركية فقوله تتحول الطاقة الحركية الى طاقة ايه الى طاقة اللي هي صوتية فيه الجرز ايه اليدوي انما لو قال لي الجرز القهربي كنت اخترت يمين القهربية يخلي بالنا وان اقول الواحدة تيت اللي يمين النحاس رقم ثلاثة للتقليل من تلوس الهواء يجب علينا استخدام مصادر الطاقة ايه المتجددة ولا غير المتجددة طبعا تستخدمين الطاقة ايه اللي هي متجددة تسبب التجوية نقط تكسير الصخور ولا نقل الصخور نقل الصخور دي عن طريق عملية اللي هي التعرية والترصيب تمام عملية التعرية هي اللي تنقل انما تكسير هيتم عن طريق مين عملية التجوية هنا بسألنا على مين التجوية يبقى هنا تكسير هيتم عن طريق مين عملية ايه التجوية سواء التجوية ديت اللي هي تجوية ميكانيكية أو تجوية كيميائية اذكر ثلاثة من مصادر الطاقة اللي هي المتجددة عندنا زي اللي هي الشمس وعندنا اللي هي الرياح والماء اكتب المصطلح العلمي رقم واحد صورة الطاقة المختزنة المختزنة في بطارية السيارة اللعبة التي يتم التحكم فيها عن بعد بسمية الطاقة ايه اللي هي الطاقة كيميائية الطاقة الكيميائية والطاقة كيميائية ديت انها تتحول لطاقة ايه كهربية علشان اشغل بها ايه اللي هي اللعبة الطاقة المهضرة من جهاز الكمبيوتر يطر ايه طبعا عندنا طبعا دي بسمية الطاقة ايه اللي هي المفقودة بسمها طاقة مين اللي هي المفقودة أو بسمها طاقة الحرارية طاقة الحرارية علشان هنا هو بيقول لي طاقة ايه المهضارة يبقى اسمها طاقة ايه حرارية عشان جاز الكمبيوتر يسخن معايا ايه بعد فترة ايه من اللي هو العمل بتاعه العملية التي يتم فيها نقل فوتاة الصخور الى مكان اخر طبعا دي بسمها عملية التعرية نوع من الوقود الحفري يتكوى من بقايا كائنات بحرية قديمة بسميه مين اللي هو النفط طب يعني ايه وقود حفري الوقود الحفري ده عبارة عن وقود بينتج من تحلل البقايا النباتات والحيونات اللي هي عاشت على الارض منذ ملايين السنين خلي بنا وادفنت سريعا بعيدا عن ايه عن سطح الارض زي الفح زي الغاز الطبيعي زي اللي هو النفط ما السبب في حدوث ظاهرة الاحتباس اللي هو الحراري طبعا السبب بتاعها اللي هو زيادة غاز مين اللي هو نسبة ثاني اكسيد الكربون في الهواء يقول له زيادة نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء وطبعا ده بيانتج منين والذي يانتج من احتراق الوقود الحفري الوقود الحفري ده زي مين زي اللي هو الفحم او الغاز الطبيعي او النفطي خلي بنا اي حاجة من ده لما يتحرع يطلع المين غاز مين سنوكسيد ايه الكربون وسنوكسيد ايه الكربون ده هيبدأ يطلع فين هيطلع في الهواء فلما يطلع في الهواء هيكون طبقة من الغاز بتحبس مين اللي هي الحرارة الارض ويكون طبقة من الغاز تحبس الحرارة في الارض هنحلمها بعد كده المحافظة رقم ستة محافظة الاسكندرية اول سؤال اختر الاجابة الصحيحة رقم واحد تعد نقط المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الارض الكيروسين ولا الشمس ولا الغاز الطبيعي ولا القمر طبعا مين اللي هي الشمس البديئة واللي جابة عندنا الحاجة الثانية تتكون الكزبان الرملية في الصحراء نتيجة لحركة ايه الفيضانات ولا الرياح ولا الامواج ولا سيول طبعا مين حركة اللي هي الرياح طب يعني كزبان الرملية الكزبان الرملية عبارة عن تلال من الرمال تكونة بفعل الرياح المدخلات في مجافف الشعر الاستشوار هنشغلوا ازاي يطرب طاقة كهربية ولا كيميائية ولا ضوئية ولا حرارية طبعا المدخلات طاقة ايه اللي هي كهربية انما المخرجات بتاعته طاقة ايه حرارية خلي منها يزداد عمق الاخدود بزيادة ايه طرى درجة الحرارة ولا التساع النهر ولا سرعة النهر ولا كيميائية الرواسب طبعا عطري مين سرعة ايه سرعة اللي والنهر والاخديد عبارة عن وادي عميق شديد الانحضار يتكون نتيجة تضفق الماء لفترة طويلة على سطح الارض والاخديد بتتكون عطري عملية التجوية وعملية التعرية بفعل الماء ولو الرياح ماذا يحدث عند التقاء مياه الانهار المتضفقة حاملة معها الرواسب الطينية والرملية بمياه البحر طبعا هيكون مين اللي هي الدلتة تتكون الدلتة والدلتة عبارة عن ارض رطبة واسعة تكونت نتيجة ترسيب الرواسب اللي هو قال لي عليها ديها اللي بتحملها مين اللي هي المياه المتضفقة ده علامة صح او علامة خطأ امام العبرات الاتية رقم واحد توجد طاقة كيميائية مخزنة داخل الطعام صح ولا لا طبعا صح يعتبر الوقود الحيوي احد مصادر الطاقة غير المتجددة طبعا الكلام ده غلط هي طبعا مصدر من مصادر الطاقة ايه المتجددة فاشيل ده كده قوله المتجددة لو هو طلب منه تصحيح يتكون الاخدود بفعل عملية التجوية والتعرية طبعا صح يتسبب نمو الجزور النباتات داخل الصخور في حدوث عملية التجوية واردخ صح وطبعا ده بسمها التجوية ايه اللي هي الميكانيكية لان عند هنا اللي هي نمو الجزور داخل الصخور هيسبب تشاقق الصخور او تفتتها وده بسمها التجوية ايه الميكانيكية اكتب المصطلح العلمي الوديان شديدة الانحضار التي تكونت بفعل تعريض المياه الجارية بسمها اللي الأخاديد الأخاديد والأخدود لما اقعرفه بقول عبارة عن وادي عميق وشديد الانحضار يتكون نتيجة تضفق الماء لفترة طويلة على سطح الأرض أكمل العبارات الآتية أكمل العمارات الآتية مما بين القوسين يعني هنا مديني كلمة هنا أختار كلمة منه من أمثلة مصادر الطاقة المتجددة الفحم طبعا ده غير متجدد يبقى نختار مين اللي هي الرياح يبقى هو الحاجة الرياح تتكون نقاط عند مصاب الأنهار يترى اللي هي الدلتة ولا اللي هي القزبان اللي هي الرملية طبعا يكون مين اللي هي الدلتة الدلتة يمكن الحصول على الطاقة القهرومائية باستخدام طاقة ايه يترى الرياح ولا الماء طبعا مين اللي هي الماء الماء عندما يتجمد الماء داخل شقوق الصخور يسبب تجوية ايه للصخور يترى ميكانيكية ولا كميائية طبعا مسمى طاقة ايه مسمى تجوية ايه ميكانيكية طب يعني تجوية ميكانيكية دي عبارة عن اللي هي تفتت الصخور الى قطع صغيرة دون ان تتغير الطبيعة ايه بتاعتها خليبانها اذكر مثلا واحدة للتجوية اللي هو الكميائية عندنا اللي هي ومثال زي اللي هو الهواء 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 هعمل ايه اقول له هنا اللي هي التفاعلات الكميائية بين الهواء والمعادن المكونة للصخور طب ممكن اقول له حاجة تانية ايه ممكن اقول له حاجة تانية ممكن اقول له الماء يبقى عند بردك الماء صح الماء اقول له الماء تزيب المعادن المكونة للصخور ديات بردك ايه صح ممكن اقول له كمان اللي هي الامطار الحمضية اللي هي الاحماد يعني الامطار الحمضية الامطار الحمضية هتعمل ايه هتفتت تفتت الصخور تمام بفعل طبعا مين الامطار مين اللي هي ايه اللي هي الحمضية يا ربكم فهمنا لا تنسونا ايش من صالح دعوكم كان معكم مستر طار وإلى اللقاء ان شاء الله في حلقاء قادمة وبالتوفيلي الجميع يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة